حسب ما أذاعة رويترز المملكة العربية السعودية تطلب من البنوك المحلية قروضاً لقيمة عشر مليارات عشر مليارات عشر مليون عشر مليون لا مليار عشر مليار فكّل مليون عشر ولا مية والله نسيت عشر مليارات عشر مليار دولار دعماً للصناديق السيادية ويبدو أنه ما استطعوش يجمعوا ما يكفي من المال من الذين احتجزوهم فريدس ومحولوهم إلى سجن الحائر فالآن يريدون من البنوك أن تقدم ما لديها وهذا يذكرني بالبرنامج الوثائقي الذي بثه لسوء الماضي في قناة البي بي سي تاني بي بي سي تو وكان الحقيقة هذا الحلقة الثانية في سلسلة هما ثلسلة من ثلاثة حلقات أنا لم أردت الحلقة الأولى لم أردت الحلقة الثانية وأظن الحلقة الثالثة ستبث قريباً أرمان الحلقة آل سعود عائلة في حرب أو في حالة حرب الحلقة الثانية تخلص حسب ما بيقول البرنامج إلى أن الملك العربية السعودية أفسد الدولة على وجه الممورة وأنه لا يوجد صفقة تجارية أو عقد مقاولات أو استثمار إلا ويكون فيه نسبة كبيرة من العمولات والرشاوة عمولات طبعاً غير قانونية ورشاوة معروف ما هي والبرنامج الوثائقي بدأ بسلسلة من القصص تبدأ تقيباً في منتصف السعينيات لأنه حتى عهد الملك فيصل هذا الأمر لم يمعروفاً وهم يشهدوا في الوثائقي بأن الملك فيصل كان رجلاً نزيهاً وأيضاً والده من قبله كان بدل ما يتصلبط على الناس ويأخذ فلوس ممكن يحمل معه حقائب من المال ويزع على الناس حتى يتودى إليهم المشكلة صارت لما فتحت عليهم فتحت عليهم الثابة بسبب النفط وشعر الملك فيصل أنه بحاجة إلى تحديث دولة فأنشأ وزارات وزارة الداخلية وزارة الدفاع الحرس الوطني الآخري وعين على رأس كل واحدة من هذه الوزارات شقيقاً من أشقائه هؤلاء هم الذين وجدوا في ذلك فرصة للإثراء حدث عن عبد الله ولا حرج حدث عن سلطان ولا حرج أبنائهم كمان الحقيقة كان البرنامج وثائقي مذهلاً فيما كشف عنه من حقائق لرجة أنه في بعض الصفقات سبعة وخمسين بالمئة من قيمة الصفقة كانت أشابة نعم شيء مدهل شيء خيالي سبعة وخمسين بالمئة يعني تصور يعني تغل نصف الصفقة أكثر من نصف فهذه رشوة لمن؟ للأمراء ولمن معهم يعني شيء لا يكاد يصدق والبرنامج كذلك جاب مسألة محاولة أحد الأمراء تبرير هذا يعني الأمير بندر بن سلطان بندر بن سلطان يقول أن الفساد موجود من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا فإذا كانت بناء المملكة اتخذ أربعمائة مليار دولار فإذا كان ذهب منها خمسين مليار إلى المسائل الفساد فهذا ليس شيء الكثير الأرقام مذهلة يعني مثلا في صفقة اليمامة ثلاثة واربعين مليار دولار قيمة الصفقة إذا كان سبعة وخمسين بالمئة هو نسبة العمولة وبالتالي لا ما كل الصفقات أكثر من أربعين مليار لا ما كل الصفقات بهذه النسبة لكن كان فيها يعني لا تنسى هذه صفقة اليمامة صفقة سلاح للحرس الوطني اللي كان على رأسه على وزارة الدفاع وزارة الدفاع على رأسه كان سلطان سلطان ولذلك بندر لما كان يتكلم كان في سياق اليمامة أيوة لكن قبل اليمامة عبدالله في قصة عبدالله حاجة مثيرة بيذكر البرنامج بيذكر البرنامج أنه في واحد اسمه محمود فستق لبناني نعم ذهب إلى السفارة البريطانية في بيروت وضق عليهم بابهم وقال لهم حابين تعملوا بيزنس معنا أنا بإمكاني مقابل عمولة أن أقنع السعوديين أن يحدثوا الحرس الوطني عن طريقكم فوعدوه بنسبة سبعة ونص بالمية من قيمة الصفقة طبعا كان ممكن أن ندر عليها هذه 150 مليون جنيه استرليني لكنها ما تمتش لأن أمير عبدالله في ذلك الوقت لم يتمكن من إقناع مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على الصفقة لكن بعدها بسنوات حصلت صفقة أكبر بكثير منها وكانت العمولة تزيد عن 15% طبعا هذا البس الشاهد في الموضوع أن هذا محمود فستق أخته كانت متزوجة منها الأمير عبدالله أنت ذكرت حاجة مهمة في التقديم عندما ذكرت أنه علينا أنه ميزة بين فترتين حتى فترة البنكفيسل السعودية في ذلك التاريخ كانت سعودية كانت راعية حتى القرية فلسطينية كان موقفها موقف ماكفيسل رحمه الله كان موقفا إيجابيا صرف السعودية على الإسلام بمختلف توجهاته كان أيضا مهم ودعمها القضايا الإسلامية كان موقفا ثابتا للأسف الشديد منذ ظهور هذه الثروة ومنذ بعد سبعي منتصف السبعي لات وانتجاي بدأت مثل هذه وطبعا للأسف الشديد الذي يكشف عن هذه المظاهر ليست تحقيقات داخلية نحن نتحدث عن قناة البيبيسية الثانية وهي القناة البيطانية ليست هذه المرة الأولى التي يتم التدور فيها موضوع الفساد في المملكة العربية السعودية طبعا السياق أن الولي العهد محمد بن سلمان الذي امتلك مساحة واسعة من القرار الآن في الإدارة السعودية استطاع بين عشيد وضحها أن يعتقل أغلب الأمراء وأغلب رجال الأعمال ويضع يدوى على كل ممتلكاتها لكن المشكلة التي اعترضته وهي مشكلة كبيرة للغاية وحتى التقرير يشير إليها وهي الصعوبات مهمة أن المشكلة أن بعض الأموال التي أراد أن يأخذها من أصحابها لم يستطع لأنها بيد بنوك أجنبية وبيد شركات أجنبية وبالتالي ثم نقطة أخرى دكتور عزام والأخوة فيما يتصل بموضوع الفساد وموضوع الحريات عندما تكون الدولة مملوكة لجهات لشخص معين ولعائلة معينة وكل أدوات بيده يصعب على أي جهة ما إثبات أو نفي نحن نتحدث عن جهة أجنبية ليس هذا فقط تعرف الشيء المدهل في التقرير ليس بس الكشف عن فساد آل سعود المشكلة تواطئ الحكومة البريطانية في التستر على هذا الفساد يعني بيحكوا قصة مدير برامج كان قدعينا من قبل مقاول عسكري الـ Defense Contractor في المملكة العربية السعودية اطلع على وثائق فيها بند كان مفروض يوقع على فاتورة من الفواتير بمبلغ معين عدة ملايين فيها بند ما فهمه هو بند اسمه خدمات قال لهم طب ايش الخدمات هذه قالوا انه هذه خدمات مش موجودة خدمات محلية اه فاحنا منضطر انه لعب الفارف عبوز كما يقولون في المثل ايه راح دخل على الجهاز تبع الشركة واكتشف انه فيه تلاعب فراح لمكتب وزارة الدفاع البريطانية اللي موجود في الرياض عندهم مكتب اقليمي وقال لهم انا اشك ان هناك تلاعب وهذه هي الوثيقة مدير المكتب اللي في الرياض ارسل الى وزارة الدفاع في وايت هول في لندن وقال لهم هناك شك بوجود تلاعب في تسيب في هذر اموال في رشاوة ايش كان ردهم رجع الاوراق مكانها ولا تنبس ولا تتكلم في الموضوع ملكش علاقة الرجل الذي اكتشف الموضوع جاءه تهديد بانه قد يسجن مباشرة طلع من سكنه على المطار وهرب لانه كانوا حيودوه في داهية يقول المحرر المرنامج الوثائقي ان كل قضايا الفساد هذه وهو بدأها بماليزيا قضية الفساد ضخمة جدا في ماليزيا ثم مع بريطانيا ثم مع هولندا كلها كانت تنتهي كلها كانت تنتهي بعدم ذكر المملكة العربية السعودية وهو صحيح تسجيل البرامج هذا الذي كشف هذا الفساد انشاهدت الفيلم هو غادر إلى المملكة المتحدة ثم انتظر أن يتم التحقيق وحتى لحظة تسجيل الفيلم لم تخرج أي نتائج لهذه التحقيقات أبداً فهو يتساءل أن هذه التحقيقات استمرت أكثر من عشرين عاماً لماذا لم تنتهي إلى نتيجة وهذا يطرح سؤال أنه هل الغرب بشكل أو بآخر كان متواطئاً أو كان يرى أن طريقة إدارة الصفقات إذا كانت بهذه الطريقة في الدول الخليج فهو بشكل أو بآخر تعامل معها مكتب مكافحة الفساد في بريطانيا كان يوشك أن يصل إلى نتيجة توني بلير أصدق غراراً بإغلاق الملف نعم يعني لاحظ شيء إغلاق الملف من توني بلير أو كذا أو كذا هذه مسائل ترجع فيها الاعتبارات الداخلية البريطانية أكثر مما ترجع فيها إلى مسألة هم يريدون الحاكم الغربي الرئيس الوزراء أو كذا أنه هو المصانع السلاح تشتغل مصانع هذه ما تأتيه مشكلة كبيرة من جراء كشف هذه المحاولات وإذا كانوا هم مفاسدين هناك هم مفاسدين بيدفعوا الفساد لتبعهم منهم ما إحنا نعمل نخسر الشيء فهذه يعني أخلاقيات لا نقبلها لكن نفهمها نفهم هذه الشيء محدود لا يثري رئيس الوزراء مثل الإثراء الفاحش الذي يثريه الأمير هناك بسبب هذه الصفقات قد يأتيهم شيء منها لكن شيء بسيط جدا إذا ما قارنناه بالمليارات لكن أنا أذكر لك شيء آخر أن الفساد ليس فقط في مسائل السلاح الفساد في هذه البلاد أسوأ بكثير كنت من بضع سنوات في السعودية في عمرا فشفت موضوع توسعة الحرمين توسعة كبيرة جدا بدأت فيها توسعة الملكة عبد الله يعني ما في شكل تكفير زنوب أو تكفير يعني تكفير فساد أو تكفير ثروة نعم ثروة لكن سألت أحد الأشخاص اللي على طلع قلت له ما موضوع هذه التوسعة قال لي كلها ستار لنهب الأموال كلها ستار لنهب أموال الدولة يعني الموضوع ليست هناك حاجة له هذه الحاجة الكبيرة ثم توسع توسعة ضخمة جدا رهيبة وتتكلف عشرات يعني التكلفة الحقيقية لماذا تتكلف كل هذه الأضعاف لأن هناك من يريد أن يسرق من مال الدولة وتسهل له هذه الاستثمارات ليست يعني عطية من قبل الملك عبد الله أو غيره هذه أموال الشعب السعودي يعني هذه التوسعة أو هذه الأموال التي تصرف هي أموال الدولة السعودية وبالتالي هي ليست تكفير ولا تزكي هي حق المواطن السعودي أن يحصل على هذه الأموال اليوم الخبر البدأ في ديوتور الآن حكومة السعودية تطلب من البنوك إقراضة عشر مليارات طيب لماذا لا يتم فعلا كشف ملف الفساد هذا واسترجاع الأموال التي ضيعت في صفقاته وفي رشاوة بدل أن تطلب من المواطن أن يدفع ضريبة أن هناك فساد متوغل في الجزء الدولة هيا الأمير محمد بن سلمان أعمل هذا الشيء وسجل أمراء وقال لهم ماتوا فلوس ما أدل يأخذ أشترى لوحة 300 مليون واشترى هذا اللي ينتهي إليه الفيلم أنه هو إذا كان يريد أن يكافح الفساد فعلا لأن بعض الذين اعتقلهم فليبدأ بنفسه بعض الذين اعتقلهم كانوا ممن أثبت الفيلم أنهم تورطوا في صفقات فساد كبيرة يعني منهم الوليد ومنهم تركي بن عبدالله ومجموع إلا أنه هو بطريقة إنفاقه وجمعه للأموال لا تقيب ولا حسيم طبعا طبعا دكتور عدل إذا كمني بالسوريين زمان كان يقول على المال وعالفساد إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بها كرفة مغرب فإرسل حكيم ولا توصي وذاك الحكيم وهو الدرهم وهذا عمليه دكتور أنت لما تجي رئيس أكبر دولة ويعمل سطحة في الرياض نقص العرضة ويأخذ معها نصف تريليون وينزل الحجم البطالة عندهم إلى 0.4% في أقل من عام هذا بالنسبة للشعب الأمريكي إنجاز لكن بالنسبة لشعوبنا نحن الأموال تأخذ والشعوب حتى في المملكة العربية السعودية نسبة الفقر ونسبة الناس الغلابة الآن قبل أيام أتى دكتور جامعي يدرس في مادة الرياضيات في أحد الجامعات السعودية يتحدث لي عن معاناة شديدة الآن في ظل هل سيستتقشف ويقول لي بأنه يفكر الآن بأن يغادر لأنه لم يعد بالنسبة إليه مغريا أن يذهب ويعيش في أحد الجامعات النائية في السعودية لأن ما يدفعه من ضراب وتكاريف لم تعد مغريا بيذهب هذا الشيء المثير حقيقة أن هؤلاء الأمراء ما كانوا بحاجة إلى كل ذلك ما كانوا بحاجة يعني هو الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالثربة النفطية يعني لو أخذوا قد ما أخذوا بطريقة شرعية سيكونوا ناثرية لماذا هذا النهب بشكل غير مباشر يعني أنه إذا أنت تتيجي بدك تبيعنا سلاح نشري منك سلاح لكن إذا سلاح بيكلف مليار بدك تعطينا مليار ونص حتى بالفيلم معد الفيلم هو ذكر وركز على شخصية الأمير سلطاني بن عبد العزيز وفي تعليقه يقول أنه أكثر الشخصيات اللي استوقفت ويعدها التقرير وهذا الفيلم الوتائقي أن الأمير سلطان بن عبد العزيز لم يكن يعني يفوت فوصة للإثراء إلا وأخذها لم تكن صفقة تمر إلا وهو يفرض فيها له فيها نصيف له فيها نصيف ويقول أنه يعني إلى أي مدى هذا الرجل كان يحلم بالإثراء إلى أين كان يريد أن يصل بهذه الأموال الطائمة تعرف كما إيش عملوا قالوا لهم قالوا للبريطانيين في صفقة اليمامة مش هندفعلكوا كاش هندفعلكوا نفط يعني بيعطوهم براميل فالبريطانيون عليهم أن يبيعوا هذا النفط ويأخذوا من ثمانيه ما يسدوا يعني ما لهم ونفوض اللي بيزيد إذا زاد شيء يرجع لخزينة السعودية اتفقوا معهم أنه لا ما يرجعش للخزينة يوضع في حساب في بنك إنجلترا وهذا الحساب في بنك إنجلترا كانت تسحب منه الأموال وتذهب إلى حسابات باسم بندر بن سلطان في أمريكا نعم وبندر بن سلطان كانت تصرف كما يريد طيب أنت بتقول هذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر وننساه لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا فهذا عندما تختفي مسألة الحساب أمام الله سبحانه وتعالى من ذهن الناس يصبح هذا الفساد ويستشري والذي أخذ بالحرام عشر اليوم سيأخذ عشرين غدا وسيأخذ مائتين بعد غد أنه يصيبوا حالة من الإدمان نعم وهو الآن سلطان دعا في زائن هو سيد عادل هو الآن توفي تأخذ معه هذه المليارات ما أحد يأخذ شيء لم يأخذ معه شيء طبعا ما أحد يأخذ شيء واحد صديق إذن كان يتابع قصة وليد من طلال هو بعد اعتقاله وحجز على أمواله فقال لي أنا فعلا اليوم أشعر بأني أفضل بمئة مرة من الوريد من طلال أول شيء أنا لدي حريتي فأنا لسته معتقلا ثانيا لدي أموال تكفيني وتكفي عائلتي وأشعر براحة الضمير أنا الآن أفضل من الوريد من طلال بكل مليارته التي لم تغني عنه شيئا للأسف الشديد يعني مثلا أنا عندما تتحدث عن المضع في السعودية وعن الفيلم الذي يذكر بعض الحالات في المنكة السعودية ولا سيما فيما يتصل بصفقات الأسلحة أين هو السلاح؟ ما دفعت السعودية بسلاحها؟ لنأتي الآن مثلا إلى السلاح السعودي والتي استخدم فيه في اليمن ما الذي أنجزته السعودية منذ 2015 في مارس أراب إلى الآن؟ ما الذي تحقق في اليمن غير الدمار والكوارثة والكوارثة الإنسانية؟ لأسف الشديد المشكلة أنه حتى الشعوب العربية بما في ذلك السعوديين لم يستطيع أن ينجز شيئاً يستحق أن نقرأه نحن ونستفيد منه وحتى للعالم هذه التقارير التي تظهر للعالم هذه المظاهر الفسادة هذه الدماء التي تسيل في فيلم في اليمن الأسف الشديد والتي لم تنجز هل تساءل أحد كيف يمكن صرف الأموال هذه بالمليارات يومياً على أحد القدرة؟ من الحجات الأخرى التي ذكرها الفيلم وهي القصة الأولى التي مذكورها في الفيلم كيف أن المملكة العربية السعودية تفسد حكومات الآخرين في حكومة ماليزيا هذا رئيس الوزراء الحالي أنشأ صندوقاً سيادياً ماليزياً وهذا صندوق تجب إليه الأموال على أساس أنه هذا احتياط للأجيال القادمة كأي صندوق سيادي فإذا بالأموال التي فيه تسحب منه وتستثمر في شركة سعودية أسمى بيترو سعودي يملكها أمير سعودي وما أن تستقر الأموال في هذه الشركة وهي المفروض أنها تستثمر الأموال للصندوق السيادي حتى تتبخر وتذهب ما بين ما يستحوذ عليه الأمير السعودي وبين ما يعود إلى جيب رئيس وزراء ماليزيا نعم يعني هم عشان يستزيدوا من الفساد يفسر حكومات الآخرين حتى لبنان رفق الحريري لما تم اعتقاله قيل بأن الأمر يتعلق بشبهات فساد داخل لبنان وأن السعودية هي المساهمة وطرف رئيسي في موضوع الفساد في لبنان لكن دعني حتى أعود إلى المغزاه السياسي وحتى نكون عندما هربا بن علي من تونس في 14 يناير عام 2011 اتجه مباشرة من تونس إلى السعودية تذكرت أن أتابع وقتها وقبل أيام أقرأ في اعترافات أو حقيقتي لزوجة بن علي تتحدث لصحفي فرنسي وتكتب أو تتحدث عن ما جرى يوم 14 يناير عندما ظهر بن علي جرت في خاطري بعض الأفلام الواقعية التي كنت متابعها سابقا في الأفلام الأمريكية عندما المخرج في مقدمة الفيلم يعطيك الإعلان مع الفيلم يعطيك المقدمة والخاتمة وكأن تتصور بعد ذلك في التفاصيل فأنت أكتب من عندك وحرر من عندك فنحن هو وقته أتذكر بأن لما بن علي ذهب إلى جدة لا أعتقد بأن الذين اشتغل لهم بن علي في سنواته 23 سنة في تونس وعمل تحت حمايتهم وفرنسا تحديدا والولايات المتحدة والمشروع الغربي عامة هو تجفيف ينابيع الانتمال الدين وكل ما قام بن علي ضد الإسلام وضد الإسلام وضد الحريات في تونس لا أعتقد بأن الغرب يتخلى عنه من تلك الطريقة وإنما لا أدر أرسله إلى السعودية كنت أعتقد وأنظر وما زلت إلى حد الآن أنظر بأن إرسله للسعودية لم يكن هكذا عملية من قبيل الصدفة وليس فقط لأن السعودية تتسعى لبن علي وإنما كانت ذلك الرسالة لماذا لا أريد أن يعمل عمره لا كانت الرسالة وهذه الرسالة بدأة لأننا فهمها الآن أنه الآن لابد من شخص يصدم السعوديين ويهددهم في دينهم وفي انتبائهم وفي هويتهم وفي توجهاتهم والآن انظر ماذا يفعل محمد بن سلبان وهو فتن في الثلاثيني ما الذي يفعله بالقدس وفي فلسطين وحتى بالهوية العربية الاستميلة السعودية في الداخل هذا تأثير ابن علي هو عادل أيضا بدأت له أن هذه الأموال لمليارات السعودية أين هي يعني في اليمن لماذا السعودية تنفق بالتقارير شهريا بين 2 مليار إلى 15 مليار شهريا في قصف اليمنيين وفي ترك مليون يمني يعاني من الكوليرا وفي إذكاء حارة الفقر والمطقع في اليمن هذه المليارات لو صرفت في بناء مدارس وفي التعليم وفي التنمية وفي إيجاد فرص عمل كان لنفوذ السعودي في تلك البلد البلاد يعني لا يمكن أن يخترق ولا يمكن للحوثيين ولا غيرهم أنه يستطيعوا أنهم يحدثوا ما أحدثوا الآن في اليمن من انقلاب على الشرعية إذن حتى الأموال هذه سواء كانت أموال شرعية القابلية أن يعملوا صالحا نعود للمسألة المشكلة الأساسية في كل منطقتنا مشكلة الاستبداد هذا البلاء الذي ابتلينا به في كل بلادنا الاستبداد هو أساس كل هذه المشكلات الاستبداد هو الذي يشجع الفساد والاستبداد هو الذي يكتم الحريات هو الذي يريد أن يخرج يخرج أن الجامعاتنا يتخرج منها أشباح مثقفين مش أشباح أشباح مثقفين يريد لا يتكلم الناس إطلاقا في شيء له معنى بالعكس أنه يتكلم مثل هذا الحلم اللي الإعلام اللي فيه مفسرة أحلام بدل ما تقول لها هذا كابوس تقول لها هذا نصر كبير للمرأة هذه اللي قالت لشاه رأت أنه تتزوج الرئيس فمشكلة الاستبداد أصبحت عندنا ثقافة كما لو أنه كما لو أنها لا يمكن أن يكون إلا لما يجي مثلا كنت أتكلم مرة مع واحد في مصر فبيقول لي الشعب ده ما ينفعش يحكمه إلا عسكري ليه ليه لماذا يعني أصبح كما يستقر في أذهاننا أنه لا بد من الاستبداد وأننا لو أعطينا الحرية لا تمزقت البلاد أنا زيبا مقطع فيديو اليوم وصلني لواحد من الوعاظ في السعودية بيعظ الناس بأنه حتى لو كان الحاكم فاسداً ظالماً وحتى لو فعل الأفاعيل لا تتظاهروا ولا تخرجوا علي ولا تطالبوا بتغييري لأن ذلك يفتح باب الفتنة وهذه الفتنة لا تجوز يعني معنى آخر أننا بدل أن نكون عبيداً لله نصبح عبيداً لهذا الطاغور فيه فتوى ويستدل بروايات عجيبة جداً يعني قال بيقول عبدالله بن مسعود صلى وراء ابن معيط وهو سكران وأربع ركعات صلى الله خلفه إلى أن سلم وهو عرف أنه سكران وقبل بذلك من فيه جدا هذا هذا تحريف للدين وإفساد لضمائر الناس حتى يظلوا عبيداً لهذا الفرعون لهذا الطاغوت